اشتركوا في القناة يعني من اكثر البلدان فسادا ماليا واداريا وهذا واقع حال وشهادات منظمة الشفافية الدولية تؤكد هذا قوائمها السنوية التي تصدر تؤكد هذا ان العراق منذ عام 2003 لحد الان هو من بين الدول الاكثر فسادا في العالم طيب لكن ان وكنا نعرف الفساد ونعرف ان هذه الدولة مقتلات بالفساد وهؤلاء مجموعة من الاصوص الحقيقة الذين جاءوا للعراق ومحمد حسنين هيكل قال انه في بداية عامل 2003 عندما احتلت امريكا العراق قال انه العراق بنك وسطوا عليه مجموعة من الاصوص وقضية ستمتد ولن تنتهي وهذا واقع الحال سرقة وتغريب ومصائب وحجم الاموال التي وصلت للعراق من خلال بيع النفوط جاوزت التريليون ونص التريليون يعني اكثر من 1500 مليار دولار تعيد بناء العراق 20 30 40 مرة وتسوي بلد يعني مثل اي بلدان مثل هونغ كونغ مثل اي بلدان في العالم يعني متطورة يعني اقصد بالبنى والشوارع والمتروات وقل هذي مو كم سوق وكم مول وكم مجسر ومعرفش قصار فين عليها وبالتالي يطلع صار فين عليها ماكو مليارين دولار ويقولونا ازدهر العراق وبنينا ويطلع عنا محمد شيعة السودان يقولونا منهاج في خطابة الأخير يقول منهاج يبشرنا بمنهاج ما يضحك علينا والله ما ادري يبشر العراقين بمنهاج كبير وعدناكم بالبناء والمرفشنو والقضاء على الفساد والقضاء على المخدرات يا فساد يا فقر يا مخدرات فساد في اعلى حالات والمخدرات في اعلى حالات والخراف في اعلى حالات اذا بنيت مجسرين ثلاثة يطلع شمرنا به ها مشكلة كبيرة كم مطعم بالعراق وكم مول هو هذا البناء وعدنا بطالة 13 مليون 14 مليون يأكلون من المزابل تحت قط الفقر في بلد من أغنى بلدان الدنيا وعدنا فقر ثلاثة أربعة أكثر وثلاثة أربعة الشعب العراقي ومفقراء ومظاهرات ومصائب وفوضى سياسية وفوضى اجتماعية وفوضى اقتصادية وفوضى أمنية وفي كل شي وميليشيات مسيطرة على الدولة ومصيبة وانت تقول لنا نحن مزدهرين عموما تكلم عن الفساد لكن أن يظهر الفساد ندري بالفساد كلنا نعرف لكن أن يظهر الفساد على سنتهم هم يقولونه كثير من عندهم ظهروا طوال السنوات يظهرون على الشاشات ويتحدثون في كثير من الفضايات عن فسادهم ولا أحد يحاسبهم لكن أن يظهر رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون ويتحدث بهذه الطريقة ويتحدث عن الفساد ويتحدث وإذا يعني هاي الخصونة بها سرقة القرن هي مليارين ونص وبالتالي تطلع ثمان مليارات وحتى له ثمان مليارات وحتى له عشر مليارات ولكن لخسرانية ألف وخمسمائة مليار دولار بدون ناتج ضدتوها رواتب ضدتوها مشاريع وهمية ودعتوها ليران معرف منه وبكتوها نعبتوها سرقتوها في كل الأحوال بالتالي العراق ما استفاد من عنده شيء أكثر من ثمانية ثمانية مليار دولار سرقت وتحدثنا عن نفس نور زهير يشتري سيكلك الحديدية بثمانتعش مليار دولار الله هو أكبر ويشتري منها ألفا ويشتري لنا سبعة آلاف وخمسمائة ماذري دونم ماذري وين يشتريها بالبصرة سبعمائة وعشرين دونم بشط العرب كما يتحدث طيب هل هذا الشخص لوحده استطاع أن يسرق كل هذه الأموال شلون شالها شلون حملها شلون نقل أبعي حصابات منه ساعدة منه هذا يدير على أنه كل السلطة ساعدته ولكل مستفيد هذه الأموال مو ميتين دينار وثلاثمائة دينار وخمسمائة دينار وألف دينار وحتى مليون دينار وما أعرف ما أعرف ما أعرف ما أعرف يعني هذا المبلغ مبلغ رهيب مبلغ مليارات الدولارات كيف نقلت من خزان العراق والله من منهم ولا مناتة ضريبية باقوا هاي المضالغ كلام إذن سايبة هذا يدير على أنه ماكو دولة ماكو سلطة هذا الكلام عندما سكة الحديدية هذه اللي أنشئت عام 1917 بالعراق فتوتيحات لحد لحد الآن صار الأكثر من قرن وتالي اعتباع سكراب المعرف 18 مليار ماهذا الكلام شون بعتوها والناس ما تدري والناس ما نايم معها يعني المي فايت من جواها ما تدري شنو يزور 114 سك يزور يستطيع نور زهر شنو هذا نور زهر كريندايزر من هو هذا النور زهر شبح يعني لم يزقق عندما خرج وتحدث عن أسماء يعني قامت الدنيا ولم تقعد الكل نفت وكأنه وحده هذا وحده طيب إذا وحده فأنتو كلكم لا تستحقون أن تحكموا ولا تستحقون أن تكونوا في السلطة سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية كلكم وتستحقون إذا كان واحدة شخص يستطيع أن يصرخ كل هذه الأموال أما إذا كان بمعاونة ناس فأنتو اللي عاونتو لأنه لا يستطيع هو أن ينقل كل هذه الأموال وأن يفعل كلها هذا إلا بمعاونة السلطة كلها لن يستطيع وهذا هذا مو اتهام يعني هذا واقع حال لأن أنت عندما يعني تقسم أو تنشر الأوضاع أو ترسمها أو تدرسها بشكل منطقي ويعني تحللها ستجد أنه لا يمكن كل الدروب تؤدي إلى سلطات معينة إلا هذه السلطات أعطت موافقات أو تعطي موافقات الضوء الأخضر إلا بأموال دفعولها أموال لا يمكن أن نقبول من سهل لا يشتري خطوط سكك الحديدية سكك الحديدية من سهل لا يشتري 720 دونم من سهل قضاة وزعوا لهم رئيس وزرائي وزعوا لهم 600 متر 600 متر حتى يرشيهم هكذا تحدث هذا الكلام مولدنا منهم ويطلع أن السوداني يحمل القضاء يعني يقول لك القضاء يعني قتل للقضاء طيب يعني شنو يعني بالتالي لا سلطة تنفيذية ولا سلطة تشريعية ولا سلطة قضائية الكل متهمين والكل مشتركين في هذه الجريمة وبالتالي إحنا في بلد عشوائي في بلد العشوائية تغزو ومصيبة وسرقات ومن يدفع الثمن مرة أخرى مثل ما قلنا بالحلقة الماضية وكل الحلقات من يدفع الثمن هو العراقي مواطن العراقي هذا الشريف ومن يدفع الثمن هو العراق هذا البلد العظيم اللي يعني تدوسونه بأقدامكم مع الأسف تخلون إيران وغير إيران تتحكم بي تتغول عليه بهذه الطريقة وأشباه أشباه البشر يحكمونه بهذه الطريقة وهذا ابن الداخل وهذا ابن حمولة وهذا ابن حمولة وهذا عيب وهذا من المذهب الفلاني وهذا من المذهب وين تقصر وهكذا تحكم البلدان هكذا تصنع الدول هكذا تقوم الدول ويقوم الازدهار ويقوم العراق بعد مئة سنة سقطتوا ونهايتوا ودستوا على صدر ودستوا على رأسه بحذيتكم أنتوا الأمريكان والبريطاني ليش ما هذا بلدكم وأنتوا تدعون تقولون بلدنا هل هل من المعقول أن يفعل إنسان عراقي ببلده هكذا يسرق بهذه الطريقة يسرق أمواله ويسرق أهله ويسرق ناسه أكواحد يدفل في الماعون الذي يأكل فيه ما أنتوا هكذا تفعل والمواطن عليه أن يصبر وانتوا أبن معرف منه وانتوا هذا الكلام عيب وهذا لدفع على الأعراض وظلم ما عادت هذه القضايا تنفع أنتوا مجموعة من الصراق من الحرامية لا يمكن أن تحكموا بلده لا يمكن أن تبنوا بلده عراقي ريد بلد ريد حالة حال بلدان العالم يعيش حالة حال شعوب الدنيا يعيش محفوظ الكرامة محفوظ النفس لا حد يسئل أنت منه وليه وشنو مذهبك وشنو عشيرتك وشنو هلاقته يسألوه على شهادته ويسألوه على كفاءته وشوفوه شغله وانطوه حقه ويأخذوا ومن ماله ومن عرقه ومن بيته ومن أهله ومن ناسه ومن وطنه ويدافع عن وطنه ويحب وطنه ويحب صلطه مو هذه القضية تسرقون وتنهبون واحد بايق لربعة مليارات ومهزوم للخارج قاعد يريد يشتري نادي ومعرف منه والأخ مدرج قد يرجعوا له هنا والقضاء بره طلع وواحد بايق مدرج قد يطلعوا كفاله والأخ مدرج قادل يطلعوا كفاله وهذا فوضى فوضى ومهزل وضحكون على الناس باسم الدين وباسم المذهب وباسم الله كافي كافي وصلت العالم إلى طريق مزدود إلى قناعات معينة لا يمكن قبولها هذا ما لا علاقة لا بشيعي ولا بسني ولا بكردي ولا بعربي ما لا علاقة هذا إلا علاقة بغيرتكم بناموسكم بوطنيتكم بإنسانيتكم أهلي وعقل أنه بشر وعنده إنسانية يعمل ويفعل هكذا بأهله مع الأسف الشديد وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وأنتقلكم في حلقتنا أخرى لذلك الحين استوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة